معنا مكالمة هاتفية أخرى السلام عليكم السلام عليكم السيدة أمت الله وعليكم السلام أهلا بك يا سيدة أمت الله نعم أهلا بك يا باشا كل سلام طيب كل عام وأنتم بخير يا سيدة أمت الله وتفضلي بسؤالك سريعا نعم طيب سلامنا اللي بكر سلامة جيد وسلامة جايزاك الله كل خير يا سيدة والله تفضلي بسؤالك سيدة أمت الله سؤالي أحد ما تجي وتنواره ومصر وتشرفون يا رب اللهم استجب نعم تفضلي بسؤالي سؤالي يا سيدة السرعة المبلغ الثلاث المبلغ ايه بتاع زكاة المال زكاة المال الثلاث تلاف حضرتك مبلغ زكاة المال لا خمس تلاف يا دكتور زكاة المال المبلغ مبلغ المال خمس تلاف المبلغ كله خمس تلاف أيو تمام وليا ابنه مهاجر زي حضرتك الله يحف وبعدها هل هو معه ثلاث أولاد وتعبنين وساكن ويقامت بصراحة ربنا بكوحه الثلاث تلاف هل يختحق لزكاة المال يعني انتي عندك مال طلعت زكاته فطلعت خمس تلاف مش كده أيوة صح كده تمام عايزة تتفعل خمس تلاف دول لابنك اللي بيكوحه طراب في الغربة صح كده أيوة يعني يعني اللي تقول عليه حضرتك الله يبقى لا لا بس بفهم سؤالي أو مبلغ منه بفهم سؤالي وعياله معاه طبعا ولا عياله عندك طلعت أولاد لا عياله معاه يا باشا وتعبنين برضو صحي وانت بقى بتفكري سؤالك يعني بتفكري تتفعل فلوس دي عشان تجيب العياله أكله ولبس وتوسعه على عياله ولا تبعته همله هناك يكله ويش ربيهم أنا أنا هبعتهم له مساعدة لو هتا اللي افتاكن أو للعيش اللي انت بلك منه تمام وعليه ديون طبعا وفتاعة مش كده هو ما علاهوش ديون بس استكن يحتبر ديون يا دكتور تمام يعني انت هتبعتيهم كلهم سؤالك انك ينفع تبعتي الفلوس كلها لابنك المهاجر ده ولا لا لا حضرتك أنا باخد لا أنا باخد رأي حضرتك هل يستحق مبلغ منهم تمام الله يفتع عزيك طيب حاضر ستة عامة الله بني بريك يعني طبعا هنا حضرتك هل ممكن الام تدفع زكاة المال الى الابن والاحفاد ايضا هو احنا يعني لو رجعنا الشيء لاصله هو الابن الذي يجب عليه ان ينفق على امه وجوبا شرعيا وليس من الزكاة وجوب شرعيا نعم يصرف من لحمه كده ويدلي لامه لكن اذا كان الابن فقير او محتاج او غارم يعني مديون ومهاجر مطارد زي ما بتقول الحج عليه ووصفة الوصف عشان يعني الناس اللي ببرا مصر بيكح طراب دي يعني وصف يدل على انه لا يجد ما يأكله ولا يشربه نعم واخد بالك ازاي نعم وبعدين يعني ما فيش حاجة خالص الا التراب بيأكله فبيرجعه تاني فما عندهش حاجة خالص الراجل يعيني التسق فمه بالارض فده دليل على الفقر الشديد طبعا وبالتالي هنا الام عندها زكاة وهنا نتحدث عن ام هل تتخيلوا ان الشرع الذي يعني وضع الام دي في مكانة كبيرة جدا جدا والأب طبعا مش بس الام يعني هم التانيين دول اللي فصلوا بين الاب والام وعملوا عيد للأم بس لكن احنا عندنا الاب والام دول في مكانة كبيرة جدا جدا بعد ربنا سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين اعبدوا الله ولا تشركوا بشيء وبالوالدين إحسانا على طول بعد الله سبحانه وتعالى هل تتخيلوا أن قلب أب أو أم الشرع لا يراعي حالة الأم دي وهي شايفة ابنها بكحة رب وتروح تطلع زجة المال وشخص آخر وعندها خمس تلاف جنيه تطلعهم لناس هتجيب لهم لحمة وتجيب لهم لبس والوقت ابنها يعني هناك مش لاقي السكن هل الشرع لا يراعي هذه المشاعر طبعا يراعيها جدا والتالي بقى العلماء نظروا في هذه المسألة هل يجوزوا أن يأخذ الأبناء من زكاة أموال آبائهم ولا لا قال لك لو كان الوضع طبيعي يعني الولد ده ساكن مع أمه في البيت هو وعياله وأمه بتصرف وأبوه بيصرف والدنيا ماشية آخر حلاوة وهم عايشين بيسمر رغيف مع بعض في بيت واحد ولا حتى في بيت جنبه فأمه عملت ودله شوية بط وشوية فراخ وشوية بضو وعملت وسع عليه يعني هنا لا يجوز آمه الوضع عايش وحلوة هو والدنيا زي الفل وبروح يشتغل صحيح مرتبه على قده بس أبوه أمه شايلين معاش وهي ولكن إذا كان منفصل في بيت آخر أما بقى أيوة قال لك العلماء فصلوا بقى بين المسألة أن الإبن عايش حياة طبيعية مع أبوه أمه نقول له لا أبوه أمه الفقير أولى نقول له أبوه أمه الفقير أولى ابنكم أديكم عايشين مع بعض ما عندناش مشكلة طيب وقال لك كمان ليه قال لك لأنه في احتمال أنه لما الولد يأخذ من زكاة أبوه أمه فيروح يشتري أكل فيوم أبوه أمه يأكل منه وما ينفعش المزكي يأكل من زكاة المال لأن الزكاة دي مش بتاعتك الزكاة دي بتاعت الفقير وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فدي بتاعت الفقير قال لك طب الفقير ده لو كان ابن يبه هو أولى لو كان أخويا أولى يبه أولى على طول ما فيش أختي أولى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على الفقير بأجر وعلى ذر رحم ثنتان صدقة وصلة فبقول لحضرتك يا أمي الله يرضى عنك ويجمع شاملك بابنك ويقر عينك برؤيته ويسعدك بحضنه كده وبرجوعه بالسلامة إن شاء الله تعالى هو وكل الناس وكل المعتقلين يخرجوا وربنا يزيح الغمة دي عن البلد كلها اللهم أعين ابنك طبعا ابعتيله ابعتيله الزكاة كلها ابعتيله جزء منها ابعتيله سد ديونه ابعتيله يسكن وياكل ويشرب طالما إنك مش هتكلي من الزكاة دي طيب فضيلة الشيخ هذا الأمر منطبق على الأم وعلى الأب أيضا ممكن أن يدفع من زكاة ماله إلى الأبناء المنفصلين عنه ويعيشون في مساكن وبيوت مستقلة بتسأل عن يعني عايشين معا في نفس البلد يعني ده حال الأم يعني ده حال الأم ممكن تطلع من زكاة مالها وتدي للإبن وأولاده ابنه عايش معاه ولا بره بيت منفصل 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 أيضا كذلك الأب بفضيلة الشيخ ممكن أن يعطي الأبن والأحفاد من زكاة ماله تمام هو نفس السؤال بس هي الفكرة إيه؟ كان الإبنه البعيد اللي فاصل يعني أو عايش لوحده فقير مسكين نعم مديون ظروفه صعبة بيتعالج ينفع ينفع واخد بالك إزاي؟ نصرف ده على سداد ديونه على مصاريف المستشفى على مصاريف المشعرف إيه لكن ما نتفعلوش مدارس خاصة بتاع الحياة المرفهة يعني أيوة ما نتفعلوش تمن الخروف بتاع الأطحية وطبعا إذا كان مقيم معه في نفس المكان فالنفقة يعني مستحقة على الأباء أن هم بيصرفوا على الأبناء هو في الغالب المتعارف عليه أنه اللي عايشين في بيت واحد كلهم بيجمعوا عن ضبوهم يعني مثل القرى حضرتك العائلات المركبة لأن طبعا هناك من يشاهدنا كثيرا جدا وأكثر مشاهدين في القرى والنجوع في المناطق السحروية أيضا العائلات المركبة فضيط الشيخ هنا يعني ليس من حق الأب أنه يعطي زكاة المال إلى ابنه أو بنته طبعا ما بيجمعوا في نفس المكان هم عايشين ويأكلوا ويشربوا مع بعض حتى لو إذا كان متزوج وينجيبا لا يعطيه وقا واستثنى الإمام الشافعي مسألة أنه إذا كان الإبن عليه دين هل يقضيه عنه ولا لا قال لك ينظر في مسألة الدين دية لأنه في ديون مجدولة يعني وغدة لسه مش عاجلة أما لو كان دين عاجل ويهدد الإبن بالسجن وكذا يبقى ينفع في الحالة دية نفك زنقته لأنه من الغالمين جازك الله كل خير فضيلة الشيخ